السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدائدي يا أخوان أي شيء تعلق بالكهرباء لا تسترخص فيه نهائيا انت هنا بتتكلم عن حياتك تتكلم عن حياة أسرة تتكلم عن بيت عن شركة عن مكتب فدائما خدا قعدة بالذات فأي شيء تعلق بالكهرباء دائما اختار البرانت الأصلي المعتمد اللي عليه حماية اللي بيساعد إن شاء الله في حياة آمنة بإذن الله تعالى زي تواصيل الكهرباء زي أفياش الكهرباء زي توصيلات الشواحن وإلى آخره صراحة دائما أشوف مناظر كياب المخلعة أسلاك ظاهرة أشياء تصخن يعني لا توقف عند بقالة أو تقول له أبغى شاحن أبغى سلك أشياء خطيرة يا أخوان اهتموا فيها انت بتشتري أجهزة غالية لازم يكون لك إكسسورات أصلية من برندات أصلية اليوم بإذن الله باستعرض معاكم بعض المنتجات من شركة أنكر شركة معتمدة من شركات كبيرة زي أبل وسامسونج وإلى آخره ومو شرط استخدم أنكر استخدم أي برند معتمد من البرندات العالمية المعروفة والموثقة من الشركات العالمية فإن شاء الله تستفيدوا بإذن الله من هذا الفيديو وانتظر في صندوق التعليقات إيش البرندات اللي أنت تستخدمها في إكسسورات الشحن والأفياش وإلى آخره بلاش أطول عليكم خلونا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان نبدأ مع بعض ونقول بسم الله ونبدأ بأولى منتجات شركة أنكر معايا هذه البطارية المتنقلة باوربانك متنقل ولكن مختلف فيجي بداخل العلبة دليل التعليمات عبارة عن كتيب فيه دليل التعليمات وكافة المعلومات المتعلقة بالمنتج عندنا كابل شحن تايب سي تو تايب سي باللون الأسود وعندنا هذه هي البطارية والمنتج الأول عبارة عن بطارية متنقلة بحجم صغير وبحجم بطارية عشر ألاف ميلي إمبير عندنا منفهد من الجانب تايب سي يدعم قدرة شحن عشرين واط وعندنا منفهد يو اس بي تايب اي يدعم شحن بقدرة ثمنتعشر واط بالإضافة إلى زر التشغيل طبعا الفكرة في هذه البطارية أنها تدعم الماك سيف من شركة أبل يعني تقدر تلصقها على الآيفونات الدعمة وبتشحن جوالك تماما وتتميز أيضا بوجود هذا الستانت بهذا الشكل وتقدر تستغيله أنك تتفرج على الجوال ويكون على الطاولة خلينا نجربه مع بعض هذا هو الآيفون 14 برو ماكس بكل تأكيد يدعم تقنية الماك سيف كذلك نفس الكافر هذا يدعم فبمجرد أنك تقرب البطارية بيتم بدء الشحن بهذا الشكل البطارية بتكون لاصقه بهذا الشكل فتقدر مثلا تحطه عندك على الطاولة وتقدر أيضا أنك تحطه مثلا بهذا الشكل وتتفرج هو الآن يا شباب جال السيد شحن عن طريق الماك سيف بقدرة 7.5 واط فلو أنت شايف أن هذه السرعة بطيئة فتقدر تستغيل العشرين واط من خلال منفذ التايب سي تشبك كابل من هنا على الآيفون مباشرة وفي نفس الوقت بتستغيل أيضا اللي هو الستانت بالنسبة للمنتج الثاني أيضا منتج جدا رائع كذلك أيضا من شركة أنكر خلينا نتعرف عليه طيب خلينا في البداية نتعرف على ما بداخل الصندوق عندنا أيضا دليل التعليمات الكتيبات والبدء السريع وكافة المعلومات المتعلقة بنفس المنتج عندنا كابل شحن تايب سي تو تايب سي وعندنا فيش يدعم تقنية الآي كيو طبعا فيش يجي ثنائي ولكن يجي معاه الأدابتر عشان يتوافق مع الأفياش اللي عندنا في المملكة العربية السعودية فتركبوا بهذا الشكل وهنا منفذ التايب سي مع الكابل اللي يجي معاه طيب فيش هنحتاجه هنشوفه الآن هذا هو المنتج الأساسي اللي يجي بالعلبة فكرة عبارة عن ستانت انت شايفه الآن ستانت عادي جدا يجي منه اللون الأسود وهذا اللون الأبيض ويجي معاه هذه البطارية المتنقلة بحجم 5000 ميلي امبير هذا الستانت فيه من هنا منفذ تايب سي يصير الفيش هنشبك الكابل الطرف الآخر في هذا المنفذ ونخرجه من هنا حيعطينا طاقة حيصير عندنا بهذا الشكل الآن سار الستانت فيه طاقة طيب إيش هنستفيد من هذا الستانت هنحط البطارية هنا هنا نحط جهاز الآيفون الداعم أيضا لتقنية الماكس هيف وهو الآن جالس يشحن ويدعم زاوية 40 درجة وهي الزاوية المناسبة لو هذا وجود عندك في المكتب في الاستراحة في أي مكان حيكون بهذا الشكل عندك على المكتب ويصير الزاوية هذه تتفرج مثلا فيها على أي شيء على الجوالك أو هو جالس يشحن بهذا الشكل وهنا المساحة اللي هنا نقدر نشحن فيها اللي هو السماعة فصراحة جدا شكله لطيف وهو موجود ما بتتعفى أي شيء تقدر تتفرج سواء كان بالطول أو حتى بالعرض بهذا الشكل فجالس جوالك يشحن جالس تتصفح أي شيء طيب خرجت من المكان هذا تقدر تسحبه وتستفيد من البطارية معاك خارج المكتب أو خارج المنسل فيصير البطارية لازقى بهذا الشكل ما زال الجوال بيشحن بطارية صغيرة بحجم 5000 ميلي إمبير طبعا لو البطارية خلصت شحنها تقدر تعيد شحنها من خلال منفذ التايب سي وطول ما هي على الستانت هي أيضا جالسة تشحن من خلال هذه الدوائر فوجودها هنا هي الآن جالسة تشحن المنتج الثالث اللي معايا اليوم هو عبارة عن فيش جداري يأتي منه اللون الأبيض ويأتي أيضا اللون الأسود اللي يميز هذا الفيش يا أخوان إنه يدعم تقنية القان القان باختصار شديد يعني شحن أسرع كذلك أكثر كفاءة خلينا نشوفه مع بعض كذلك أكثر ما يتميز فيه هذا الفيش إن حجمه صغير جدا يعني تخيل هذا الحجم الصغير بقدرة 65 واط عندنا منفذين تايب سي ومنفذ تايب اي يعني تقدر تشحن أي فونك أو أي هاتف كذلك أي جهاز تابلت كذلك جهاز لابتوب تقدر تشحن جميع أجهزتك في نفس الوقت من خلال هذا الفيش الصغير حينفعك في السفر في المكتب في البيت وهنا عاد أنت تختار هذه مسألة ذوق سواء عجبك اللون الأسود ومن هنا كذا أفضي شوية نيكل رهيب صراحة أو اللون الأبيض لو انتقلنا إلى المنتج الآخر اللي معايا اليوم أيضا بكل تأكيد من شركة أنكر عندنا شاحن سيارة ولكن أيضا مميز خلينا نشوفه بداخل الصندوق ما فيه غير كتية تعليمات ودليل بدء السريع وعندنا نفس الشاحن أكثر ما يتميز فيه هذا الشاحن هو حجمه الصغير جدا صراحة وتصميمه أشوفه جيد عندنا يدعم بكل تأكيد تقنية البي دي وتقنية الاي كيو فعندنا تقنية البي دي متمثلة في التايب سي وهنا التايب اي فقدرة هذا الشاحن 35 واط مقسمة 20 واط من خلال منفذ التايب سي و 15 واط من خلال منفذ اليو اس بي تايب اي فتقدر تشحن مثلا جهازين في نفس الوقت معاك في السيارة على ولاعة السيارة سواء كان هاتفين مثلا ايفونين ايفون واندرويد او جهاز تابلت من خلال هذا الفيش نجي للمنتج العملاق هذا اكبر باوربانك من شركة انكر بقدرة 140 واط هذه البطارية عملاقة سبق ونزلتها قبل كذا في منصات التواصل الاجتماعي عندي ولكن خلينا نشوف هذه طيب بداخل الصندوق عندنا ايضا دفتر دليل التعليمات والبدء السريع عندنا شنطة لطيفة تقدر تحط فيها الباوربانك لو انت بتتنقله لأي مكان وعندنا كابل شحن USB to type C وقدرة هذا الكابل 140 واط يعني القدرة الكافية لشحن هذه البطارية وهنا مكتوب حتى عليه 140 واط ماكس يعني اقصى امكانية قابلية للشحن طيب هذا اللي ثو فكيتها للأسف ما فيها بطارية فخلينا نشوف اللي كانت عندي في السابق هذه هي البطارية خلينا نتعرف عليها البطارية كبيرة الحجم ثقيلة ما هي خفيفة ولكن مميزة لها منفذين type C ومنفذ USB type A منفذين USB type C أي واحد منهم هيعطيك 140 واط لأنه اجمالي قدرة الشحن اللي خارجه من جميع المنافذ هي 140 واط فلو استخدمنا USB type C لوحده هيعطيك 140 واط الأول أو الثاني ولو استخدمنا USB type A هيعطيك 18 واط ولكن لو استخدمتم الثلاثة في نفس الوقت فحيتتوزع 140 واط على الثلاثة طيب من اللي حيستفيد من هذا الشيء العملاق هذا الشيء العملاق تقدر يكون على المكتب بهذا الشكل أو بهذا الشكل تقدر تشحن لابتوبك بكل سهولة من أي ماركة سواء لابتوب الماك من شركة أبل هواوي اسوس إيش ما يكون اللابتوب اللي يدعم التايب سي فبتحصل على أكبر قدرة شحن ممكنة من أي باوربانك آخر كذلك تقدر تشحن أجهزة الأيباد أجهزة تابلت بكافة أنواعها كذلك أجهزة الهواتف سواء كانت آيفونات أو حتى الغالكسيات من سامسونج أنه هذه البطارية معتمدة من شركة أبل وشركة سامسونج ومكتوب هذا الشي على الكرتون نفسه البطارية فيها حركة لطيفة كذا فيها شاشة تعطيك كافة البيانات اللي أنت شايفها أمامك الآن يعني قدرة الشحن اللي طالعة درجة حرارة البطارية نفسها كل منفذ كم يعطيك من قدرة واط أثناء الشحن لو ضغطنا زي كذا كم نسبة البطارية المتبقية فوجود الشاشة هذه صراحة يعني أكثر ما يميز هذه البطارية غير حجمها وبس تقريبا هذا كل ما يتعلق بهذا الشي العملاق آخر شي معي اليوم بما أنك استخدمت كافة المنتجات فكل هذه المنتجات تحتاج إلى كيابل أو حتى لو أنت ما أخذت هذه المنتجات فأنت بحياتك عموما تحتاج إلى كيابل كيابل أنكر من أقوى الكيابل كلها متوافقة مع أجهزة أبل من شركة أبل وهذا شعار التوافق أو الموافقة من شركة أبل فعندك هنا من USB Type-C إلى Lightning وهو الشاحن السريع أو اللي يدعم الشحن السريع عندك كافة الألوان وفيه ألوان جدا كثير في الموقع لذلك عندهم بكل تأكيد USB Type-C لأجهزة الأندرويد وأجهزة اللابتوب وأجهزة التابلت بكل تأكيد وكلها تدعم الـ PD وبسرعة شحن اللي هي الأقوى المية واط أغلب الأجهزة واط عندك 100 واط ف100 واط اللي هي الأغلب أيضا عندهم ألوان جدا كثير في الموقع غير هذه الثلاث ألوان زي ما شفنا مع بعضي أخوان أتمنى أشوف رايك في صدوق التعليقات وإيش البراند اللي دائما تستخدمه في الأكسسوارات الخاصة بالهواتف بكده أكون وصلت معكم لهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفتكم بمعلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونه لهاك وسبسكراي في القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة